السلام عليكم أخوتياتي كديري اللبس عليكم في هذا الفيديو أريد أن أفصل معكم واحد لفست كما تشوفوا هذه القطعة عندي جوج عندي فيهم سبعة وسبعين في العرض وهذه عندي فيها ثلاثين رام قصومة على جوج عندي فيها ستين وفاش نقسمها فاش نطويها هكا على جوج كتعطاني ثلاثين هي اللي غنخرج منها الخلف هادو هنا عندي هذه القطعة رام تقعدين هنخلي هنا يتسعدي السنتيم هنخرج منها الكروازي ودك الكولة التايور بالنسبة لهذا الكل تايور أنا كنعودو معاكم من نسبة الأخوات اللي كيجيهم صعيب هراه ساهل ومبسط ممكنش تشوفي في هذا الفيديو ما تديري شو ما تخيطي تفصليش الراسك وتخيطيه هنا ايه حطيت واحد وعشرين ديال الكتاف وكان هبط ثلاثة سنتيم طيح الكتاف ديالي والضرد الرقعة بدرت فيها سبعة وكان هبط بجوج صافي هنا ايه غادي هبطين وعشرين ونخرج ثمانية وعشرين في الصدر الخياطة بكل شي صافي كان هبطانة وحدة خمسطاش خمسطاش هنا البطن عندي فيها سبعة وعشرين والحوض عندي فيه ثلاثين ثلاثين رهب الخياطة زايد سنتيم ديال الخياطة صافي هنا ركا نصل هاد النوقات ديال البطن والحوض على هات الشكل هادا هنحط طول ديالي عندي فيها ثلاثة وثمانين في الطول وغادي نزيد واحد ثلاثة سنتيم ديال لغلي هادا الشكل هادا ندير خط مستاقي المشتون هنا يرا ما عنديش فيها لما غاديش نزيد الايفازي غادي ندير غادي نحبط ذاك ثلاثين سنتيم ما تحبط نيشين من الاحسن لافيس ما كتكونش فيها ذاك الايفازي ما كبش ما تجيش مجنحة حتى الا بغيتو تديدو تديدو هكا يوحد ثلاثة سنتيم حتى كتير 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 مجن حمز جناب سافي هنا را كننقطع كنتبع الطراسج ديالي نزبل هادا التوب هادا را كناخدو انا بالكيلو عندنا هنا يفاس المحلة ديال الكيلو كيزدق التوب ديالهم زوين راني مخيطة هم معاكم شحن ممرة لافيستات هكا التوب من الكيلو كيزدق مزيان كاليتي دياله كيكون مخير ما كيزدقوه ما كيتحبوه ما كيشربوه ما كيبقى لهم تايشي حاجة را عند بنتي انا مشاركة معاكم واحدة لافيست في المار وفي الحمر هادي تقريبا دا باشي عام وزيادة شي عام ونصص قريبا وبقى لها مخيرة وهادي تهدتو بادا را واخد هادي شي عام وده بخيتو خيتو لها لافيست هنا قدرت خط ديال البطن بنسبال داك الكل غايجي عندي غانديرو حد حد الخط ديال البطني باش يتقلبلي ويبقى لكم الختيار بغتو اديروه في الخط ديال السادر ولاتها بطوع السادر بوحدة 4 سنتيم وتديروه انا بغتو يكون محلول عندي حد البطن تماراني حيت داك 6 سنتيم ديال الكروازي وغتبقى لي 3 سنتيم حيث انا في اللور را خليت تسعود كيما قلت لكم سافي كندير هكا خط وكنخلي داك 6 سنتيم هاديك ما ديش نحيد منها باش جيني لافيست كروازية ودك 3 سنتيم اللي بقات لي الفقر باش غادي جيني فيه 9 سنتيم صافي علها تشكل هادا وكن حيدك الزوائد اللي بقات لي صافي كيجي هاك كام قلوب علها تشكل هادا فاش كيتخيط ودريلو سدايف حيد منها تركيز واحد سانتيم ونص وكن القسم من الكتاف واحد سانتيم ونص سافي هنا را نحيد الخلف وغادي نحط نتراسي الجياب ديالي والجياب غادي يكونوا غادي كور ولكن اللي بغيتهم يكونوا محلولين تديرو لهم ساك دوبوش راني حاطة في هدف القانة كيباش تحلوهم كيباش تديرو الجياب لو بغيتهم تحطوا فيه شي حاجة حاطة في ذاك اللافيس اللي قلت لكم في المارو هنا قليت واحد الخمسة سانتيم من الخياطة ديال الكوتي وحطيت هنا تلتاشل سانتيم وطراسي تفلوجة على هاد شكل هادا را باين في الصورة يكون خط مستاقي صافي كان عبر التركيز ديالي عندي فيه 27 واضي نجيب ذاك القطع اللي شاشرemia واضي نحط عليهم هكا هاد الدوفة ديال الامام على هات الشكل هادا سوف يو غادي نتراسي هكا دك الدورة ديالة الرقابة. مع هدك الكل طيور. وغادي ندخل سبعة سنتيم في في الكتاف. ونبط هكا ندير خط. هلا طول الدوفا من الامام. هكا يا. سوف هنا كان عبر واحدة ربعة سنتيم. واحدة ربعتاشل سنتيم عفوا. ولا تلتاش. ونصيل هكا بخط من هاد النقطة. حتى النقطة اللي عندي في الكتاف. على هات الشكل هادا. را تتوقي يكون هنا عندي مضوبة اللي را تشوفوه. عندي علاج جوج بش نخرج الدوفات بجوج. هدا دك التبطين ديال الكل اللي غا يكون عندي بش مي غا يدي يتقلب. غادي يجي عندي بطن من الداخل. هناك ما كتشوفو دك التوب اللي شاطلي عود من التحت من طول. من طول ديال دك القيطاع بجوج ديال الامام. هادا هو الطرف اللي شاطولي منهم. هادا يخرج منهم الكمان. الطرف هادو اللي خديت را هجوني نيشان وعاد شاطوا حد طريف. دك الطريف بالنسبة اللي غا يدير الجياب من الداخل ربحرة غا يجي هو هاداك. هناها بالتلتاش لسانتيم. ونصل هكا بخط. ندير سبعة وشرين فهذا الخط هادا. على حساب لكم عندي في الدورة ديال التركيز عندي فيها سبعة وشرين. احطي طول عندي واحد وستين وزيت اه ثلاثة سانتيم ديال الخياطة. ديال لغلي اللي غا تكون عندي. ودرت تلتاشل سانتيم في راس لكم. سافي وكن نصل بهذا النوقات. نصل بخط. نحط دورة ديال التركيز نهبط واحد سبعة سانتيم ونحط دورة التركيز. عندي فيها عشرين. نحط داك السانتيم اللي بقى لي تمامايا. هكا بش ميجينيش مبوق. على هاتشكل هادا. نقسم داك المسافة ديال داك المسافة ديال سبعة وشرين. نقسمها على ثلاثة. وكن ننصل بخط على هاتشكل هادا. راساهل. سافيها دوما الكمام ديالنا. نزيد منقص واحدة سانتيم من من جهة الامام. هادا والسانتيم اللي غن نقص. لماشتو علمت الامام. وغضي نقص واحدة سانتيم واحد. بالنسبة لهاد السانتيمات هادو دارا وريت نقصوهم خصان فهاد لافيستات. مش ما كيجيوش هكا ينملنا من التركيز. كان عبر دورة ديال الامام وديال الخلف. ديال الرقابة. ودك شي اللي حطاني كان نحطوها هكا في هاد الكل اللي غادي ندير في الخلف. هنا هي غادي ندير في العرض ديال الكل درت فيه تسعود. وصلت هكا بخط. كان نجيب دك الدوفة ديال الامام. انا بغيت دك الفتحة ديال ديال الكل طيور ما تبقى ليش فيها تسعود. بغيت ننقص منها ونخلي فيها غي ستة. مش ما غادي ننقص منها غاية ندخلها في الكل ونخيطها مع الكل. وتبقى لي دك الفتحة غي صغيرة على هاد الشكل. بالنسبة للطريقة الاخوات اللي كيبغي ودك الفتحة ما تجيه مش كبيرة. كنحطها هكا هاد دوفة ديالي كنحط على هاد هاد الشكل هادا راكمشتو معايا. ودك الفتحة راك نخلي فيها ثلاثة سنتيم. نتمنى انها تكون فهمة. بغيت والطريقة العادية كتجي ساهلة راني يحطها معاكم تهي كتر من مرة. الحق تها دي را ساهلة. كيجي علاها تشكل هادا. شو دك الفتحة كتجي صغيرة. وما كتجيش كبيرة. كتجي ناش حد ذكر الخط اللي طالع. هادا الحزام را درت فيها متر ونصف في الطول وعندي عشرة سنتيم في العرض. وهادو دك القيطاع ديالجياب اللي غادي نخيط درت فيه هوم 14 في الطول و7 في العرض. وهدا هو دك الطرف اللي قدتلك شاطلي وهادو دك الطرف الصغر. هنا ايه غادي ندوز للخياطة كمشو اول حاجة كنبدأ بها هي ديالجياب. دايما كنبدأوا بالجياب هوم اللوالة بشكي جيونة سهلين. كنقبل دك القيطاع وكندير وحدة ولا وحدة. ندير لوجه عند الوجه. صافي وكندور بالخياطة سنتيم واحد. صافي وغادي نقلب هادا القيطاع ديالجياب. خرج دك القنط مزيان. ونقول لي نعاودها بعبار سباط. ونجيون حطها هكا على الطراسج. لها تشكل نشد بالبانقة. سوف يدوز لك سنتيم ديال الخياطة دووز لها. وغادي نقول لي نعاود عبار سباط. من الفوق على تشكل باش هكا يتثبت لي الجيب وما يبقى شي بمهزوز. هنا غادي نجيب دك تبطين ديالي. لها تشكل هذا. وغادي نخيط دك ستة سنتيم اللي خليت. لها تشكل رابعينة. ندير وحدة الكرانة ما في دك ستة سنتيم اللي عندي. وغادي نهبط. هادي نهبط معها بالخياطة على طول الدوفا. نشد دكة كان نقاط دكة دوفا مع القيط عالة تحتانية وكان ندوز بالخياطة. كان حيدك الزوائد اللي عندي في القنط. ضروري نجيبو شي حاجة اللي حادة ونخرجو بهذا القنيط بشكي خرجونا مزيان. هنا غادي ننمنطي للكم. تك العلام اللي دايرا را كنديرها جهة الامام. سوف يوك ندوز بالخياطة ديالي. لأول مرة كيشاهد القانا ديالنا ما يبخلش علينا بالاشتراك. وبلي لايك وكومون طيرات مش جيعة وهكا ان شاء الله نزيد نعطيكم موديلات اللي يكونوا ساهلين وبساط. وكان حاول نبسط معاكم هكا الموديلات وخاك يكونوا صعب رالك نحاول نبسط ونشرح لكم كتر. وبنسبة لأخوات القدام كنشكرهم بزاف على تشجيع ديالهم وكومون طيرات المشجعة دائما. وكان قول لهم مرحبا بيكم والف مرحبا. صاف هنا يرا كان هبط مع الكوطي ديالي. تاك الخياطة ديال التركيز دائما كان قادها ديني متقابلة. ونحلها. راه ده اللوين الزرق راه طلع زوين في اللبسة. راه نتصوير ما عطيه شحقه اما هو ده كل لون الزرق دياله جاي زوين. حتى هدل اللوان اللي كيكونوا سامبل هكا كي يجيو فلا فيستاد زوينين خصا مكي كنتوا بواقف. سافيا ده هو الكل ديالي تا هو راه نخلي دك ستة سانتي. وغادي ندوز هكا بالخياطة معاه. ندير واحد الكرانة وغادي ندوز بالخياطة. على ذاك الجيهة اللي غا تكون عندي معلى برة. ندير هكا القيطعة بججر عندي القيطعة وحدة على وحدة. سافيا هنا نقلب ذاك القناة تا هو ما نجيب هكا شي حاجة حدا ونقلبها. ذاك القنيتات. وندوز بعبار السبات. نغرس لي براف ذاك القنيت. ديال الكول وكان دور. ودائما نحاول نحل ذاك الخياطة اللي عندي دايزة. نحلها. نتبقاش مكم شاولة تبقى ملوية. ضروري نحل ونجينا الخياطة في المنتصف. سافيا هنا يارا نجيب. كلا قيت الجيهة اللولة. كنجيب ذاك القناة بجيوش. كلا نقادهم هكا يجوني متقادين ما يجيش واحد كبير واحد صغير. وكان دير ذاك الخياطة عند الخياطة. وندور ذاك التبطين كندوره على الكل. على تشكل باش ذاك الكل كيجيني في الوسط. كيجي ما بين الدوفا ما بين التبطين. وكان نساعد هكا بالبنقة الدروري. بعد ذاك التبطين راك نوصل لواحد الخياطة اللي عندي في الكتاف. وكان طويل واحد سانتيم. هكا باش من غادي نخيطه مع ذاك الخياطة اللي عندي في الكتاف. يجيني مفيني. على تشكل هذا. هذي في حالتي لا كنتوا ما دارينش التبطين ديال الخلف. كنتوا دارين ديال الخلف راك اتخيطه مع ذاك. مع ذاك التبطين. وكيجي مدرق ذاك الخياطة. انا هنا ما درتوش. ولكن راك اتجي الخياطة عندي مفيني مزيان. سافرة كندور مع الكول كامل كنخيطه. واستشطة اثناء. اللي نظرين. احسنت على ما دارين يجورك. اذن تبطين. قلبيًا. عبر واحدة داك القيمة دا الخياطة اللي بخلي خليت واحدة جوز سانتي طف يو كان قطعم داك القنط داك الزوائد اللي عندي في القنط وكان نقلب هكاية على هاتشكل واحسن طريقة تديرو هي هادي بنسبة لهاد الهاتبطي اللي كيكون هكا في لافيست كيجين فيني كتخيطو هكا على هاتشكل هو اللي هو لعد كتديرو داك عبر صبات بطلعو الدروب على لافيست كاملة هنا انا روصلت للكول حيث كان بغي نختصر هكاية بشو لافيديو مايجيناش طويل بزاف داك شيالاش كان حاول نختصر لكم سافي وكان دور هكا مع الكل بعبار صبات باش كان تبدك التبطين ديالي وما يبقاش يتحرك كان طوي داك الخياطة اللي عندي في الخلف ركن نحيد داك الزوائد وكان خلي غي داك آآ الخياطة اللي عندي من الفوق داك القيطعة الفوقانية هي اللي كنخليها وكان طويها باش كتدرق لي داك آآ ذاك الزوائد اللي كيكونوا عندي كندخلهم الداخل وندوز عليهم بالخياطة رابعي نفس الصورة سافيكا نوصل هكا للقنت ونغرس ليبرا ودايما نحلو باش داك الخياطة جينا في النص جينا في المنتصف ديال القطعاتين بجوج على هاتشكل هذا كما شو داك الفتحة ديال الكور هكا تجي صغيرة مكتجيش كبيرة فيها تسع ديال سانتي نبغينا هكا نقصمنا وكان نخليوها في داك القياس نخليوها مشي مشكلة نمخيطها معاكم هكايا نخليها في قياسها ما كان نقش منها سافيكا ندور معها على هاتشكل هذا وكان نقول لي عاود نطلع داك الجو سانتيم ونقول لي ندور نمشي معها على السورجي ونحل داك الخياطة ديال الكوطة اللي عندي طبي كان مشي على السورجي نيشان نحاول الخياطة جيني مقادة هنا في حد الاغلي اللي كيكون عندي من التحت كما شتو هادا هو داك القناة ديال ديال لافيست من التحت يجيون فين ينعلها تشكل هادا هنا يلا لكم انطلع جو سانتيم ديال ديال الاغلي سافيكا ندور على السورجي تهو ونجيني مقادة الخياطة سافيه دا روريكا نرتق الخياطة ميكان سالي ودولكم هنا دا الحزام غادا معه بالخياطة نخلي واحد سانتيم وندوز معه بالخياطة كامل نخلي واحد للفتحة فيها جو سانتيم في المنتصف دياله منتصف ديال الحزام هكا داك القناة ندور معها هكا على هاتشكل سافيه نايرا هادي نخرج هادا الحزام ديالي غادي نقلبه لها تشكل هادا نخرج داك القناة مزيان وباكا تكون نافيز ديالنا وندوزولو عبارة سباة تحتهو ونركب لها ستضيفات في الاما ما ندير لها تمانية ربعه من هاد الجيه وربعه من هاد الجيه وفلكمام وندير لها ربعه في هاد الكم وربعه في هاد الكم والسلام عليكم